اشتركوا في القناة هذه الحلقة جزئان الجزء الاول ساكون معكم واسعد بالرد على اسئلتكم الجزء الثاني ان شاء الله سوف نستضيف ويكون معكم باذن الله مباشرة جمعية البر والتقوى فادعو الله تعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل ونبدأ هذا الجزء على بركة الله تعالى بالاجابة على عدة اسئلة مما وردنا عبر صفحتنا على الفيسبوك التي ترون عنوانها على الشاشة من الان لاخر والله المستعان سؤال يا مولانا سلام عليكم ورحمة الله زوجي توفي الله يرحمه ليس لي منه اولاد وكان يعمل بالجيش اخذت مبلغ من المال يسمى خرجة وقالولي انها لك وحدك هل الورث حق فيها هذه المسألة تخضع للحالة وتخضع للاجتهاد ملهاش ما عندناش فيها يعني شيء ثابت فاذا كان المؤسسة او الجهة بتخرج مال لارملة المتوفة على اعتبار الناس ما خرجة او مشاكل ذلك انها تستعين بها الى ان يصرف لها المعاش بعد شهرين ثلاثة فارى انها تبقى للبيت يعني الارملة او اذا كان في حد في البيت يعيش منها ولا تدخل في التارك اذا كان ربنا ساترنا الحمد لله رب العالمين والمعاش هيجي بدري ومش هيتقطع او هيبتدي مباشرة والخرجة واخلافه بتيجي كده بشوية مكفاءات يبقى الافضل ان نجعلها من التاركة والله اعلم هو لازم صلاة القيام يكون بعدها الوتر ولا نصلي الوتر بعد العشة والقيام لوحده في الليل ان شاء الله هنعمل ضمن سلسلتنا وحن نتكلم عن الصلوات هنتكلم عن ده بالتفصيل لكن معلوم ان الوتر يفضل ان يكون اخر صلاة بنصليها اخر صلاة في الليل يبقى الوتر انا عامل حسابي ان انا هصلي العشة ومش هصلي بعد كده تاني وهصهر شوية على شغلي وبعدين انام لما للفجر يبقى في حد يقصلي الوتر على طول لا ده انا ربنا يكرمني والحمد لله بنام بدري وهصحى قبل الفجر بساعة ولا حاجة هصلي ركعتين هقرأ اشارة القرآن يبقى خل الوتر لما اصحى مرة تانية من كان متعود انه يستيقظ قبل الفجر يؤخر الوتر خليه في الاخر طب اللي مش متعود ان يصحى قبل الفجر وبيخلص الصلاة اللي عليه او القراءة او الذكر او عمل او مش هكذلك في الاول بعد العشاء وباشرة يبقى يصلي العشاء ويصلي ما تيسر له من التطوع والقيام ثم يصلي الوتر طب اذا ربنا اكرمه وصحي اخر الليل وكانك اتصلى الوتر اما انه هو يكتهد باشياء اخرى كقراءة القرآن والتسبيح والذكر والاستغفار او يصلي شفعا اتنين 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 ولا يعد الوتر مرة اخر او يصلي ركعة الوتر وحدة ثم يصلي ما شاء من الصلوات اتنين اربعة ستة ثمانية حسب ما هو عايز وبعد كده يوتر في الاخر فكل هذا صحيح ان شاء الله لكن على كل حال مرة تانية اللي ضامن او يغلب على ظنه انه يستيقظ في اخر الليل واخر الوتر اللي يغلب على ظنه انه لان يستيقظ مش عامل حسابه انه يصحى يبقى يقدم الوتر والله اعلم مولانا سلام عليكم ورحمة الله انا التزمت في الصلاة من خمس سنوات انا دلوقتي عندي خمسة وعشرين سنة يعني اكيد علي صلاة من قبل كده ده معنى انه لازم احسبهم وصليهم قضاء ولا اعمل ايه طبعا طبعا عندنا لو احنا بنتكلم على البلوغ ما بين اتناشر الى خمستاشر سنة للولد والبنت اقصاها اتناشر سنة لو فردنا السائلة هنا انثى يبقى بنتكلم على تمن سنوات مضت علينا وكان واجب علينا نصلي فيهم يبقى نصلي مع كل فرض فرض مش قادرين نكتر من النوافل وربنا يتقبل طب حد يقول لي يا من انا افرد الاجل جيه واحنا ما خلصناش ده تامن سنين ما صلتهمش يغفر الله مدام الانسان تاب توبة النصوح ندم على التأصير في الصلاة واستغفى ربه وعاد والتزم والحمد لله فيغفر الله تعالى له ويعفو عنه بس يعلمه من باب التوبة انه على قد ما بيقدر بيحاول يخلص اللي عليه سواء كان بصلاة مع كل فرض فرضا او او بالاكثار من النوافل لعل هذه تجبر تلك ان شاء الله تعالى وربنا تقبى من الجميع اللهم امين مولانا سلام عليكم ورحمة الله متزوجة من سنة ومعي طفلة لكن زوجي وجدت على هاتفه كلام مع النساء بصيغة الزنا قمت بمواجهته فقال لي ايه يعني انا راجل وانا حاليا لا اثق فيه لا اثق فيه على الاطلاق ماذا افعل طيب هو فيه هنا رسايل لازم نوجه الرسالة الاولى للزوج مش معنى ان حضرتك راجل انك تعمل اللي انت عايزه لان فيه ربنا هيحسبك ده الكبيرة من الكبائر ده كبيرة من الكبائر طبعا واللي حضرتك بتعمله دلوقتي لو لم تتب الى الله منه وتستغفر هتلاقيه في بيتك شئت انت ام ابيت ما بتكلمش هنا على امرأة مش عفيفة كزوجة اللي لم يكون يحصل لبنتك اللي انت مش هتربيها على العفة لانك ما انتش عفيف فاكل الشيء لا يعطيه فاكل الشيء لا يعطيه ويوم هتجي تقول لبنتك في يوم الايام ما تعرفيش على شباب وعيب هتلاقي نفسك مش قادر تقولها او بتقولها باسلوب غير مقنع لان حضرتك ما كانش عندك العفة والطهارة دي فخلي بالك من عقوبة ربنا في الدنيا قبل الاخرة نمر اتنين الذل والفقر والهوان هينتظروا من يزني والزنا مش بس الاختلاء بامرأة او بفتاه في الفراش وفي السرير لا الزنا درجات النظر زنا واللمس زنا مدام بقصد شهوة والدرداشة اللي بنعملها على التليفون دي والعياذ بالله زنا فانتبه انتبه هداك الله طوب لربنا استغفر وخلي بالك وللأسف الامهات ربت لأولاد على كتن الامة الولد ما بقى مراهب تقول لأخوة سيبوه ده ولد ما يجراش حاج ده ولد كأن الولد بقى يعني اقول ايه مرفوع عنه التكليف يعمل له وعايزه ويروح يخطب بنته ولا حاجة ده كان شائع العجيب بقى والله العظيم وانا فغلت الاستياء ان فيه بسط كان نازل وعليه شوي التعليقات زي الفل استغفالله العظيم البسط بابقل ايه بيقول يعني تحب تتجوز الشاب اللي عنده يعني اخطاء وبتاعه وعرف بنات ولفه ومش عارف ايه ولا الشاب الملتزم العجيب ان كان اكتر التعليقات لا اتجوز اللي عنده خبرة عشان يعني هيرف يكلمني ويفسحني وعرف زي عامل البنات حاجة الحقيقة تدل على فعلا ان احنا محتاجين اعارة تربية من جديد محتاجين اعارة تربية من جديد العفة ثم العفة يا سادة وربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا الزان لا ينكحوا الا زانية او مش فلكتان معناها انه مش هيرضى بالشاب الفاجر الا الفوج الا اللي زيه مش هيرضى بالشاب الزاني الا اللي زيه انما اللي عندهم ايمان وتقوى ودين وورع لن يقبلوا بمثل هؤلاء الشباب الزنا والفجرة اللهم الا ان يتوبوا فيتوبوا الله عليهم يبقى عافى الله عما سالف ومن اتكلمش في الماضي الرسالة التالتة بقى لبناتنا والزوجات لا تفتشوا وراء ازواجكم لو سمحتون دي رسالة بقولها بوضوح لو سمحتون لا تفتشنا وراء الازواج لانه اللي هتفتش هتلاقي هتلاقي باصد وهتلاقي بدون اصد احنا في مجتمع للأسف قلت فيه القيم الايمانية الكبيرة واصبحت للأسف واناك بعض المفاسد منتشرة وموجودة على انها طبيعي وعادي وايه يعني وايه يعني طشرت فما تفتشيش ورا جوزك عشان ما تتعبيش الله يكرمك ولما تقع عينك على حاجة لتميثلو العزو وقالي جايز جيت غلط جايز جيت غلط رسالة الرابعة بقى لما زوجك يعطي لا التبجح ده مش مطلوب انه يتبجح فيك كده يقولك وإيه يعني لا ودلو يعني كتير قوي يعني ان بنتنا على خطر وانا على خطر وانك انت الموضوع مش هوف معاك عند كده ولو لا قدر الله فجرت الفجور هيخش بيتك بشكل أو بآخر بقى فمن باب التحذير والتخويف عشان يقلق ويخاف لعله يرتدع والأمراض هتلاحقنا لعله يرتدع بمثل هذا اذا استمر على ما هو عليه فانت بالخيار انشئت طلبت الطلاق وانشئت صبرتي وربنا يا رب يعفو عنا وعنه ويغفر لنا وله اللهم أمين ودايما في مسألة الطلاق دي نحن لانو حبزوها واذا كان ولابد يبقى التشاور مع الاهل لان هم اللي هيشولوا مسئوليتك مش احنا ما تقوليش لشيخ اطلع ولا ما اطلعش الشيخ يقولك حلالت الطلاقي حلالت عيشي او يجوز تطلقي ويجوز تعيشي او يقولك حرام تطلقي بس حلال وحرام انما طب الشيخ قال يجوز ان انا اطلع طب اطلع يا مولانا وانا مالي انا ما عرفش افرد ما عندكيش دخل ما عندكيش سكن هتروحي فين بعد كده وتروحي المين وانا تقولي يا شيخ بقى سكنني واصرف علي ما هنضمانش فخلين الله يكريمك يبقى التشاور مع الاهل في القصة دي لازم من حساب دقيق لكل حاجة نمرأ اتنين يبقى فيه تشاور مع الاهل وما اللي يشيلوا المسئولية سواء مادية او معنوية وربنا معاكم لو سمحت يا مولانا كنت عايزة استفسر عن شيء انا متزوجة وزوجي حلف علي بالطلاق اني مش ابات في البيت اثناء مشجرة فيما بين وانا وقعت يمينه شاطرة شاطر وقعت يمينه وقعت تسألي ماشي بيت في البيت بس هو مش يعرف وسألني قلت له اني بيت في بيت اهلي كدبت حرام عليكي حرام عليكي مني كفارة يمين تطعيم عشر مساكين او تصوم تلتة ايام ويغفر الله لك وده بالنسبة ليمينك انتي او كذبك انتي هو بقى يعمل بده كفارة يمين تقولي له صرحين انا كدبت عليك اتخايف منك ولا اي حاجة عشان يثك فيك بعد كده انا كدبت عليك وغلط بس انا كنت خايفة والان اقول لك اي بس انا كدبت عليك في دي وما كدبش عليك في حاجة تاني اخليك عندك يعني امانة كده وقولي له كلام ده وقولي له انا سألت وقال له تكفر عن يمينك اطعم عشر مساكين او صيام تلتة ايام اطعم عشر مساكين او صيام تلتة ايام وانتي نفس الكلام مع ان المفروض ما عليكيش حاجة بس ساي علشان انتي كدبتي وقلت اي انا بيت في البيت ان الحسنات وذهبنا السيئات والله المستعان مولانا سلام عليكم ورحمة الله ورث زوجي عن امه مشغولات ذهبية بلغت النصاب سمعت من احد الشيوخ ان المشغولات الذهبية مهما كان وزنها لا زكاة عليها انما الزكاة تكون على السبائك فقط برجاء الافادة مع العلم اننا تركتهم ليستفيدنه الاولاد فيما بعد ولا احد زين بهم لان شكلهم لا تناسب مع العاصر يا بنتي الله يكرمك الدهب ده ورثه رجل والمشغولات الذهبية لا تكون للرجل الرجل لا يلبس خاتب ولا يلبس دبلة ولا يلبس اسورة ولا هيلبس ما شاء الله ولا هيلبس حلق فهذه الاشياء كلها ليست للرجل والرجل لو في يدي حتى دبلة دهب حرام حرام قولي الجوزك ايه لعد دبلة ده حتى لو كتب عليها اسمك ازعليش خليه يلبس حاجة فض خاتم بقى دبلة هو حر فيش مشكلة انما المشغولات الذهبية دي لما تبقى الزوجة لما تبقى البنت لما تبقى لانثة نتكلم عليها ونشوف هي شي لها للزينة ولا للدخار الزوج الرجل ملهوش تزين بالدهب فاي ذهب مع الرجل حرام وهيزكيه حرام وهيزكيه لو لابسه يعني طيب شلناه شلناه يبقى للزمن يبقى للعيال بقى الدخار قطعا حتى لو ادهو لك انت وقال لك يا مرات الدهب دهدية مني ليك لو حضرتك كنت هتلبسيه بقى زينة ليه مشغولات ذهبية لمرأة ما عندناش مشكلة انما لما صارت دخارا وصارت النية فيه الدخار يبقى هذا الذهب كله فيه زكاة والله اعلم مولانا سلام عليكم رجل قال لزوجته انت طالك مش عارف ان هذا الطلاق كتير لك وكانت اول مرة يقول لها وكان يوم ارسل لها لسالة على الموبايل انت زوجتي الاخر العمر ماذا يفعل لردها لعصمته لو كان قال لها انت طالك وهو في وعيه وادراكه فالطلاق واقع الطلاق واقع اذا كان الطلاق في الادراك والوعي ما كانش عصبي ولا حاجة وكان فايق وهي ما كانش عليها البريود الزوجة ما كانش عندها الحيط الدورة في الحالة دي اقعوا الطلاق وكوني بعت لها رسالة او اتكلم معاها وقال لها انا رجعتك خلصت خلاص الحمد لله لكن تحسب طلقة والله اعلم مولانا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الصلاة اذا نام المصلي فيها في صلاة الليل خاصة ان هو بيطول في الصلاة شوية او يفرضنا بصلي الترويح والصلاة طويلة ونام المصلي هنشوف نام قد ايه نام هوائف كده مجرد اختلاسة يبقى منعسش لانه لو نعس هيوقع مش هيقدر يستمر وبالتالي هذا النوم الذي هو اختلاسه من الشيطان ليفسد الوضوء لانه لو خرج منه حاجة الفكر ايه في نقضي الوضوء هنيجي بالتفصيل ان شاء الله ما بنكلم بعد كده على العبادات في الوضوء حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهي حضرتك لما بتجيب ازازة وتملاها مي لو انت حضرتها قدامك كده وخلاص مش مشكلة لكن لو عايز تشيلها في شنطة ولا تمشي بيها يبقى لازم هتقفلها كويس الغطة ده اسم الوكاء اسمه ايه الوكاء طيب حضرتك فيه هوى ريح بيخرج مننا بشر طبيعة البشر طبيعة الحيوانات مش بس البشر في ريح بيخرج مننا الريح ده طول ما انا مستيقز متحكم فيه اه في تحكم في تحكم حتى لو يعني غصب عني بمسكه بس بتحكم بقدر الامكان او لو انا فايق وصاحي وخرج عرفت انه خرج بقى وضقي فسد هجدد وضقي لو سيادتك نايم منتش واعي ومش مدرك رايح في النوم في الحالة دي لو خرج ريح اولا لن تتحكم فيه نمنة اتنين لن تعرف عشان كده سنبقى العين وكاءه السهي العين يعني المتيقزة العين المفتوحة دي صاحي فهي الغطة بتاعة الفتحة التي يخرج منها الريح نامت العين يبقى كأن ما فيش غطة ما فيش غطاء وبالتالي ممكن يخرج الريح في اي وقت وممكن يخرج من غير ما احنا نعرف وبناء عليه النوم الخفيف اللي في الصلاة ده السريع ده لا يفسد الوضوء وبالتالي الصلاة صحيحة ونكملها انما النوم الثقيل ان الواحد بيصلي رح واقع على الارض ومكمل نوم ده النوم التقيل او قاعد في الجامع بيستنى الامام او في الخطبة نام والناس تهزوا الصحي امي عمي الشيخ خلص الخطبة عزيني صلي وهو مش عايز يقوم نأسان اللي زي ده يقوم يتوضى ليه لانه فسد وضوءه بالنوم الثقيل والله اعلم مولانا سلام عليكم ورحمة الله يريد تشرح لنا عقوبة الاب الذي لا ينفق على اولاده ويترك عبء الانفق على الطليقة او المطلقة والايات المؤكدة على مسؤولية الاب عن اولاده في الحضانة ده موضوع الحقيقة يعني اعد باذن الله ان اعمل ده موضوع لكن بشكل عام مسؤولية الانفاق ليست على الام مسؤولية الانفاق على الاولاد مش على الام ولو كانت مطلقة او كانت حتى ارمالة مدام فيه حد من طرف الاب الاب موجود في حالة للطلاق او حد من طرف الاب عصب يبقى هما اللي يقوموا بالانفاق كن الزجة بتساعد كن المطلقة بتساعد كن الارمالة بتساعد كترخرها وربنا تقبل منها انما الانفاق بالاساس على الاب وحسبك أن تقول له حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول يعني لو ما جاش يوم القيامة بذنب أكتر من أنه ما أنفقش على أولاده وضيعهم وضيع مراته ولا ضيع طلقته يبقى حسبه هذا الذنب يطرح في نار جهنم والعياذ بالله تب ينفع نخلي الرؤية مقابل الإنفاق أيوة أيوة ما همش معودة لبه يتمتع بولاده وسايب الستة تشأ عليهم ومصرفش يبقى الرؤية مقابل الإنفاق قدم عليك واخذ ما لك قدم عليك واخذ ما لك شكراً ليكم وبعد الفاصل تواصلون بإذن الله مع فكرة الجمعية وندعو الله التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين نراكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة